السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أول شيء نحضره في هذا الطبق الذي نحتاج له الروز أنا استعملت غير الروز العادي والحيمات الغنمي والكوكوت أو الكسكاس بالنسبة للكوكوت إن شاء الله سنشارك معكم تجربتي معها بالنسبة للناس الذين يفكرون يخطو كوكوت هنا أدرت ورقات الرند أو ورقات سيدنا موسى الغسلت ماء وبالنسبة للكسكاس لديكم كمية كبيرة للحم فاقلبوا الكسكاس بهذه الطريقة ودكساءات تجربة للحم لديكم كمية بسيطة يعني لا نحتاج هذه الطريقة سوف نشاركتها معكم في فيديو قبل نزيد ملحة ونزيد ملحة ونزيد ملحة ونزيد ملحة ونزيد المكونات فوق البطاء كمية برقبة نحن على مهلة كمية برقبة لنزيد الماء وبالنسبة للبطباط كنت موجودة ونشارك معكم التدبير المهمة كي ألعبت المبطباط اضافة الفينو مع جوز ليف ديال فورس مع الخميرة طبعا والملحة و اعجنتم مزيان خليتوا يخمر الخميرة اللولى و السير باش يجيكم مفش فش هي انكم تفرغوا منه هذا الهوالي تيكون فيه وتعاودوا تخليوه يخمر المرة الثانية فكي يجي مفش فش وكي تنفخ لكم دائما يعني وقت ما احضرته تنفخ و تيجي خاوي من الداخل سافي من بعد ما كي يخمر للمرة ثانية كدوزو باش تقرصوه وهناي كنستعمل دائما شوية ديال ما باش هكذا كنفرغوا يعني كنقرصو ما كيلسقش لي فدي ما تش حاجة بالنسبة للعجينة دي البطبوط ما خصتهاش تكون جارية بزاف و في نفس الوقت ما تكونش قاصحها يعني تكون في هاد القوام هذا فإلا كنتوا جريتوا العجينة ديالكم غادي يجيكم البطبوط ومدقص وما كيتنفخش نهائيا بالنسبة للبطبوط فما تعودوش تخليوه يخمر مدة أطول يعني أطول مدة ديال التخمير هي في الأول فاش كي يكون يلا عجينته كتخمروه الجوجو ديال المرات أما النوبة الثانية فاش كتقرصوه فرما كتخليوه يخمر نهائيا يعني تنتقلوا عشرة دقيقة وتبسطوه زيما فإذا جربتوا هذه الحيل ان شاء الله سوف ينجح معكم البطبوط بعد قرصه كامل سوف يرتاح فقط 5 دقائق حتى 10 دقائق لا تجعلوا حتى تفوت في الخميرة لأنه لا تنفخ لكم هذا النصائح نعطيهم فقط الأخوات اللي لم تنجح لهم البطوطي تسألوا دائما أشنو المشكل فاسترماشي في العجينة 100% يقدر يكون المشكل أنكم تخلوه يخمر أكثر من القياس سوف هنا كما قلت لكم غير كير تحشوية كندوز نقرسه مباشرة وكذلك في هذه المرحلة هذي ما كان خليش يخمر مزيان فقط كنسلي التقرس وكندوز نطيبه مباشرة كندير مقلع تسخن وصافي كندان طيب البطوط وكله كيتنفخ وكيجو منقوش لكم كيجي شيش ورائع رائع فان هذه الطريقة دي ما كان شي سير آخر أهم حاجة كذلك يمنين كتحطوا البطبوطة دي لكم تخليوها جدير هذي الفقاعة هذي لأنه ممكن تسقب وما تنفخش لكم بطبوطة دي لكم كتوقاو تقلبوه تشقلبوه وصافي راه كي نفخ عادي بالنسبة البطبوط اللي بدقيق القمح راه نفس الطريقة كندير دائما العبار دي لدقيق القمح الضيف دياله هو العبار ديال الفورس ويتدلك طبعا مزيان ضروري خصويت لك او لا تديروا الطريقة ديال البواطا اللي كنت شاركت معكم في واحد الفيديو اخر حتى هي راها ناجحة كتجمع العجينة ديالكم وكتديروها في البواطا فالبواطا كتكلف انها كدلك لكم العجينة ديالكم ونشوفوا ما شاء الله راه نيقرب نسالي بطبوط ديالي كامل تنفخ وكيجي شيش بزاف سافي هنا يا غدي نحل على الكوكوط والحيمات راه نطابو سوف نحيدهم افضل انكم تحضروه بطريفات ديال الحملية تكون فيهم الشحمة باش يجيكم بنين اكتر سافي غدي نزول هادا الكسكاس سوف نسالي ها الماء سوف نضيف الماء يجب أن نقص نهائيا يجب أن نقص نهائيا هذا الروز الأبيض يجب أن نقص نهائيا فقط ربع ساعة يجب أن تستعمل الروز الصفر الذي أريده يجب أن يكون الروز الصفر يجب أن تزيد سوف نضيف الخرق و معلومة أضع الفران سوف ندخل الروز الصفران يجب أن يكون الروز صفران فقط بأسفران يجب أن نضيف المدفع و تحمل الفران سوف نضيف الفران أريد أن يكون مستخدم يجب أن يكون مضيفا و لا يوجد المدفع معلومة نتجربوا ورجعوا في التعليق شكر بالمتابعة شكرا لم أكمل شكر الشيكة نشكركم جميعا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة